السلام عليكم معكم سيد من قناة قبدي واستمتع مرحبا بكم في فيديو جديد هالو دير how are you doing where are you now السلام عليكم طبعا دلوقتي انتو بتسأله ازاي انا عملت كده عندنا هنا هو في الواتساب فيه امكانية تغيير الكيبورد نوع الكيبورد وهنا انا مختار نوع كيبورد اسمه جي بورد او جوجل بورد او جوجل كيبورد تمام اللي هي موجودة هنا عندنا وانا عامل عليها علامة صح اهي كده انا بعمل عليها العلامة صح وبيقول لي اه سيتم تغيير اللي هي طريقة الكتابة فبقول لي اوكي تمام انا هنا فعلت الكيبورد بتاعة الجي بورد تمام هي ديت اللي بتقدر تمكنني من ان انا اعمل تسجيل لكل الكلام اللي انا بقوله ويتكتب سواء بالعربي او بالانجليزي طبعا الميزة دي مفيدة جدا جدا للناس اولا اللي مش بتكتب بسرعة على الكيبورد ثانيا اه لما تكون سايق مسلا ومش عايز تسجل رسالة صوتية بصوتك عايز تبعاتها تيكست فبتقدر تقول لي انت عايزه وهي بتتحول لتيكست هي طبعا مفيدة كمان للنساء اللي مش بتحب تسجل رسالة صوتية وبتحب تكتب فقط طيب في حالة ان هي مش موجودة عندنا اصلا الجي بورد في الجهاز بقدر اروح على جوجل بلاي واكتب هنا جي بورد تمام هتطلع لي ويقول لي install وopen طبعا هنا عشان موجودة عندي فانا بعمل open بس بعد ما تعمل open هيظهر لك اه ان انت عايز تعمل لها تفعيل ولا لأ تقول لي اوكي وبعدين done خلاص كده بيبقى فاعل معاك الجي بورد سيقدر تخش تكتب بالعربي وبالانجليزي والعربي تدوس على علامة السماعة وتسجل بالعربي والانجليزي تدوس على علامة السماعة وتسجل بالانجليزي. اشكركم على الاستباع وارجو انتوا استفدتم النهاردة معانا بفيديو النهاردة وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكراب للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله.